جثمان السفير الروسي وصل مساء الثلاثاء على متن طائرة قادمة من أنقرة لفروف ونظيره التركي مولود أوغلو كان في استقبال أرمالة السفير وأقيمت مراسم عسكرية تكريماً لروح الدبلوماسي أندري كارلوف الذي اختيل مساء الاثنين أثناء افتتاحه معرضاً للصور الروسية بأنقرة الرئيس الروسي فلادمير بوتين أمر الثلاثاء أجهزة الاستخبارات بتعزيز الإجراءات الأمنية في روسيا والخارج إذا توجه بكلمة من الكريملين إلى الأجهزة الأمنية وقال أطلب من الأجهزة الأمنية اتخاذ تدابير أمنية داخل روسيا وخارجها بهدف تعزيز سلامة البعثات الخارجية الروسية والعملين بها وأطلب منكم التعاون الكامل مع أجهزة استخبارات الدول الأجنبية من خلال خنوات العمل المشتركة قاتل السفير أكد أنه قام بهذه العملية انتقاماً لما يحدث في حلب من خلال كلمات ألقاها قبل أن يلقى حدفه برصاص الشرطة التركية ترجمة نانسي قنقر